الرحمن الرحيم نشرح محاضرة المايكروب يهم محاضرة 19 الكمبيمينت سيستم الكمبيمينت سيستم الكمبيمينت سيستم is a series of heat label protein that play important role in host defense against mycrobe and an antibody midday tissue injury هذا البالأحمر الهيت label protein ها كلش مهمة شي يقصد بيها؟ يقصد بيها انه الكمبيمينت سيستم راح يتحطم او يعني يصير ل denaturation درجة حرارة 56 درجة سيليزية اوكي يعني درجة حرارة 56 راح يصير ل denaturation يختفي بعد معنا شن الدورة هذا بالجسم شي يسوي لهذا يكون دفاعي للهوست سيال او يعني للهوست يكون defense against mycrobe and an antibody ويطيني antibody بحالات tissue injury حلو بعد الكمبيمينت سيستم include more than 25 soluble and cell bound protein هذا الكمبيمينت سيستم راح يكون يعني هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن اكثر من 25 تقريبا من البروتينات soluble protein أو cell bound protein جيد synthesis مات وين synthesis مات بال liver بالاطفال يعني بالفيتس خلال الامبريو من يبدو التخليق مات خلال من الاسبوع الاول تحد الاسبوع 13 اوكي هايوان بالفيتس وين بالضبط بالليبر بعد وان اماكن الاخرى لتخليقه الماكروفيج and many other cell type are also serious of virus complement compound especially outside of infection and or inflammation كذلك المواقع اخرى مثلا اذا كان عندي infection or inflammation نتيجة هذا infection و inflammation هو اصلا compound رح يزداد تلقائيا لان عندي infection وعندي inflammation فهو حتى احنا طبيعة الجسم يحارب infection يحارب inflammation يقلل فشان يحاربه عن طريق انه يزيد الوسائل المناعية يعني يحفز المناعة اكثر فهو هذا المناعي مناعي فهو ايضا رح يزداد خلال infection or inflammation زي المادي بيولوجي اكتيفتي اف المهمة شنو ش رح يسوي لهذا السيستم شنو يسوي مني تنشط ش رح يصير مني تنشط رح يسوي الخمس شغلات تقريبا للميكروب اول شي ش يسوي للميكروب اول شي يسوي للميكروب يبتلع شلون خلنا نجي نقرأ ونشوف اول شي مني شوف الميكروب رح يسوي obstinization 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 هو شنو عبارة هو عبارة عن microbial cell انو الانتجين و الانتيبودي الميكروب يعني هذا الانتجين رح يجي انتيبودي يرتبط به انتيبودي رح يرتبط ويا من ويا الانتجين ويعني يرتبط ويا يرتبط ويا هن يعني اذر بارتكل مو بس يعني الانتيبودي وانتيجين سوى يرتبط اذر بارتكل يرتبطون همات وياهم ليش ارتبطوا سوى هذا الانتيبودي ليش ارتبط ويا الانتجين. ارتبطوا يهذا الانتجين حتى يودي يودي للماكروفيج. اوكي واذا يعني اودي للماكروفيج الشراح يصير. لان الماكروفيج راح يسوي له عملية بلعمه. فوقوسيتوسيس السوي له. اوكي فهذا الانتبادي هو يعتبر الاوبسين او الاوبسين يعتبر حلقة وصل. يعني يربط الانتجين ومن يوصلها يوصلها للماكروفيج حتى هناك شي يصير لها يصير لها عملية فوغو سايتوسيز زي شون يوصل هذا الانتيبودي للماكروفيج بالماكروفيج طلاب عندنا رسفتر هذا الرسفتر شونه أسميه C3B وان موجود هذا على السطح مات الماكروفيج موجود على اليمن على السطح لها الماكروفيج نفسها الفوغو سايتك سيال يعني إذا أقول ماكروفيج يعني هي أنا أقصد الفوغو سايتك سيال فوين موجود هذا موجود على الفوغو سايتك سيال إجا هذا الانتيبودي جابوا يا لانتجين ربطة وين بهذا الرسفتر C3B مهم هذا الرسفتر مهم بالاوبسينازيشن يا رسفتر نوعه شنو نوعه لأن هسا رح نجي ناخذ C3A وC5A وC9 فإحنا نحبط هنا الاوبسينازيشن منه ورح يشتغل عدي C3B هذا جبت الانتيبودي جبتوا يا الانتيجين ربطة وياما بالC3B تحفزت الماكروفيج شتبدي الساوي تبدي الساوي عملية بلعامة اوكي فنقرحنا ناشي يقول يقول ويقول اكثر يكون فعالي هاي عامة الفوكوسيتس المن عندي هذا الريسبتر اللي هو C3B اللي هو يعتبر احد الكمبيمينت كمباوند هو احد الكمبيمينت كمباوند وان موجود هذا الريسبتر موجود بريسيز من عدها شنو الفائدة من هاي عامة الفائدة من هاي عامة حتى انا اتخلص من البكتيريا اتخلص من الفنقاي اتخلص من البروتوزو عن طريق شنو عن طريق اسويلها فوكوسيتوسيز لان هي لو ما اكو يعني ما كانت رح اصر فوكوسيتوسيز ليش لان يعني شن حقا توصل هذا الانتيبودي يوصل للانتيجين للماكروفيج حتى يسويها فوكوسيتوسيز اوكي فهذا الانتيجين او الانتيبودي عفوا اللي يحتبر شنو اوبسين حلقة توصل اوكي فحتى صير لعملت الفوكوسيتوسيز في كونت وذي كومليمينت كمباوند سي ثري بي او اكيد بمن يعني صير عملت الفوكوسيتوسيز اكيد لازم موجود يعدى هذا الريسبتر السي ثري بي اللي قتوان موجود موجود على السطح مالة الفوكوسيتك سيال الانتيبودي يجيب الانتيجيناية يربطها بهذا الريسبتر اللي هذا وين موجود الريسبتر موجود اه على الماكروفيج اعتقد يعني صارت واضح لان عدت اكثر من مرة اعتقد حتى فضطوها اهنا هاي توضح لهاي العملية لهذا الريسبتر هذا الريسبتر هذا عندي الانتيجين الانتيجين هنا سنو عمات بكترية هذا الانتيبودي ارتبطوا ايهذا الانتيجين اوكي وشال هذا الانتجين والربط بهذا الراسفتر هذا الراسفتر شو سمينا سمينا C3B مهم جت هاي تحفزت الماكروفيج رح تسوي العملية تبتلعها شو سميها السميها العملية الثانية اوكي ابتلعتها يعني الماكروفيج ابتلعت الانتجين شو ستسوي لها شو ستسوي لها الانتجين اكيد رح تحلل الخلايا مالتها اوكي شو سنوصل للعملية شو نسميها السايتولايسيز تحلل الخلايا insertion of complete complement compound into the cell surface lead to killing or lysis of many type of cell RBCS بكترية tumor cells هاي يجو هذا المن يدخل يدخل للخلية target cell اللي هي خلية اللي هي مثل بكترية tumor cell بعد RBCS يعني RBC فهن خلال يعني مو مو نورمال قد نورمال يكونون فاني اجي اه تحفز هاي المو يتحفز المو المو شي سوى لي لهذا الخلايا بعد ما بتلعتها اكيد سوت لي اه تحلل الخلايا اوكي شون تحلل هاي الخلايا هذا الكمليمينت كمباوند شون راح يقدر يخترقها يقول راح يكون دايركت الميكانيزم دايركت يعني سهلة بكل سهولة هذي تجي الكمليمينت كمباوند تسوي لي ليسز عن طريق انه تسوي الثقب بالخلية مثل البكترية الخلية المات للبكترية تسوي الثقب تخترقها وتروح تدمع مكوناتها وبالتالي تحللها وتموت زين بعد الميكانيكية الثالثة اللي تعتبر ايضا من الكمليمينت سيستم اللي هي الانفلاكتوسون الانفلاكتو او الانفلاكتوكسون C3A and C5A act as الانفلاكتوسون هاذا C3A هناكش قلنا بالاوبسينازيشن قلنا C3B الانفلاكتوكسين هنانا بالانفلا كتوكسين شو راح يكون عندنا C3A وC5A نحفظهم هنانا بالانفلاكتوكسين شو راح يتحفز لح يتحفز عن طريق C3A وC5A اللي هما شو يعتبرون ذولا يعتبرون compound complement system احد انواع compound complement ذولا C3A والC5A يحفزوني الانفلاتوكسون زيان هذا الانفلاتوكسون تحفز شو حيحفزلي يحفزلي الانفلاتوكسون اوكي الactivation of complement system result in generation of الانفلاتوكسون عفوا هو انش قلت الساقلت السي 3A والC5A هي شنو تعتبر complement system هذي الكمبليمنت سيستم السي 3A والC5A شو راح تولدلي تولدلي الانفلاتوكسون هذا الانفلاتوكسون هو شنو وهو عبارة عن small peptide هو عبارة عن small peptide شو راح يسوي لهذا الانفلاتوكسون من يتحفز اللي هو منو حفزه حفزه الكمبليمنت سيستم هو شنو والكمبليمنت سيستم الكمبليمنت سيستم عبارة هنا نعدي عن C3A و C5A هم ذول اللي يحفزه الانفلاتوكسون اوكي من يتحفز الانفلاتوكسون اللي هو عبارة عن small peptide شنو راح يسوي له راح يسوي له smooth muscle contraction وكذلك degranulation of muscle and basophil يحطم لي المسال والبازوفيل the most potent انفلاتوكسون are C3A and C5A والقوة مالت الانفلاتوكسون انه يسوي contraction ويسوي degranulation للمسال والبازوفيل منين راح يكتسبها نتيجة C3A والC5A يعني اذا ما موجودات C3A والC5A هو ما راح يتنشط هذا الانفلاتوكسون اوكي بالتالي ما راح يسوي contraction ولا راح يصير degranulation degranulation الكيموتوكسين الكيموتوكسين المكانزم الرابعة اللي سويها هذا الكميمان سيستم اللي هو الكيموتوكسين اكيد نعرف شون الكيموتوكسين ما اخذيها بالانفليميشن هي راح تنجذب النيتروفيل الماكروفج الى مكان الانفليميشن صار بانفكشن من هو المسؤول عن جذب النيتروفيل والمونوسايت من هو C5A اللي هو الكمليمت كمباونت احد انواع الكمليمت كمباونت اصرق زولي هنا الـ C5A1 شفنا شفنا بالانفليمتوكسين هو يسوي الاكتيفيشن الى وكذلك يسوي لهمات كيموتوكسين بنفس الوقت كيموتوكسين الـ C5A stimulate movement of nitrophil and monocyte tower the site of antigene بي بوزيشن C5A راح تحفز لي انو النيتروفيل تحرك لي ها يعني تحركت نيتروفيل والمونوسايت باتجاه المكان اللي صار بي الانتجين يعني او الانفليميشن اوكي الـ Clearance سنصل الاخر عملية اللي هي Clearance Clearance of immune complex Complement activation Generate C3B هنا خلال عملة Clearance اللي هي اريد انا اتخلص من المخلفات مالة المايكروبات اللي الان سويت لها وحللتها شونا اتخلص عن طريق انو C3B هذا C3B اللي هو موجود وين موجود بالاميون complex شو رح يروح رح يروح يتفاعل ويا ريسبتر اسمي الـ Complement ريسبتر اللي هو اختصار CR1 ريسبتر هذا وين موجود موجود على الفوغوسايت هذا C3B رح يروح يتفاعل ويا هذا الريسبتر اللي موجود على الفوغوسايت وكذلك يتفاعل ويا Free C3B موجود اللي موجود بالاميون complex هذا شو تحفز لعمل الفوغوسايت أوف complex حتى يعني اتخلص من المخلفات اللي تولد تعدي من عملية التحلل مالة المكونات مالة البكترية مثلا خلايا البكترية هنا اتخلص من هنا نهائيا عن طريق اصولها فوغوسايت عن طريق منه عن طريق انه عن طريق ال Free C3B هو هذا هو هذا اللي راح مسؤول عن عملية أوكي هذه مهمة ركزت عليها الدكتورة بعد هنا هنا مهمات كل شي عند الدكتورة قالت انه اذا اجيبها مثلا اجيب اجيب لكم مثلا mention شو يعني mention يعني اعددهم واشرح شوية عنهم اوكي وذا قالت بس اعدد بس يركزت اكثر شي على mention فالتمهمات يعني ركزوا عليها classical اول شي عندنا classical pathway اول واحدة من classical activation classical pathway ليش سموها بالclassical ليش name classical because it was discovered and character first لان هي تم اكتشافها اول شي اول شي اول activation اوكي هذا pathway علي من تعتمد بشغلها اشلون تشتغل راح تعتمد على antibody dependent pathway اكو antibody تشتغل ما اكو antibody ما تشتغل هذا pathway حلو antibody anti-gene complex is required for this activation من تشتغل هذا antibody المن يروح راح يروح يرتبط بالanti-gene شي كوني anti-gene antibody complex اوكي this the pathway medate the specific adaptive immune response هذا classical pathway شو يعتبر adaptive immune response يعني شو adaptive احنا نعرف innate immunity وال adaptive immunity هو انه اعتقد شرحتها بمحاضرات المايكرو بال immunity انه قالت لكم انه الادابت هو في مايكروب فيروس يدخل للجسم الجسم يعني يبدي يكون antibody ضده يبدي يكون antibody فمن ينصاب مرة ثانية بهذا الديزيز نفسي او هذا الفيروس نفسي تنفس النوع راح تتكون عنده ذاكرة فيضطيني الانتيبودي اللي يكونها مسبقا من اصابته الاولى يرجع يضطيها حتى يعني يحارب الديزيز الفيروس اللي صابه مرة ثانية واللي يكون من نفس النوع فهذا هو يعتبر شنو يعتبر adaptive immune response زين alternative pathway it is antibody independent pathway هنا ركزوه هنا independent ما يعتمد على يعني ما يعتمد هناك قلنا antibody dependent pathway هنا يكون antibody independent pathway ما يعتمد على antibody زين surface constance of microbial cell or other products such endotoxin lipoprotein هذا الBS هو lipoprotein شو يقول العدعلي من يعتمد يعتمد على انتاج الاندotoxin هذا alternative pathway يعتمد على الانتاج يعني يتحفز هذا alternative pathway باختصار لما البكترية المايكروب اللي آن اجاني ودخل الجسم وطاني من يمطيني اندو toxin رح يتحفز الالترنايتف pathway أوكي يعني مو يتحفز بالانتي body pathway لا ما يعتمد هو اصلا عن الانتي body pathway وانما بمن يتحفز يتحفز بالاندو toxin اللي من حصلته كان active common system via alternative pathway اللي هو رح يحفز للالترنايتف pathway احنا نعرف الاندوتوكسين اللي بوبروتين اللي مجموعة تابعة gram negative هي تطيني اندوتوكسين لو الgram positive اذا تعرفون كتبولي بالتعليقات ما رح اجاوبكم هذا عليكم هي سهلة does this pathway can serve as the first line of defense innate immunity يقول هذا alternative pathway شو يعتبر يعتبر الفيرست line defense innate immunity هذا كش قلنا علي الclassical قلنا علي adaptive هذا شنو هذا يعتبر الفيرست line لل innate immunity نعرف شنو يعني نعرف شنو الفرق بين innate وال الدافت في شارحت هذه المحاضرات السبقة ما رح اعيد ها هنا انا اوكي اه again some microorganism prior to antibody production يعني كون لي هذا يعتبر alternative هو ضد شنو المايكرو organism اللي تدخل للجسم يعني قبل ما انه ينتج antibody ومعرف شنو المكان المكانزم الثاث عفوا اللي هي الاكتين اللاكتين pathway او اسميها بالمانان binding laكتين ال NPL pathway هاي علامة تعتمد تعتمد على السكرز موجود على السرفيس مثل المايكروبل زين زين فرح تعتمد على السكرز تروح تتفاعل ويا يعني الشقر عفوا يا نوع من الشقر المانوز فانجي هنا نقرأ يقول ال NPL اللي هو قلنا المانان binding الاكتين بروتين هو عبارة عن بروتين حلو هو الموجود موجود بالسيركوليش موجود بالدم عادي بس من يجي المايكروب من يدخل مايكروب هذا المايكروب بالسرفيس مايكروشقر نوع الشقر مانوز هذا المانوز يحب هذا الباثوي فمباشرة راح يتحفز هذا الباثوي يجي هذا الباثوي اللي هو داكتين باثوي اللي هو المان binding لاكتين اللي هو بروتين راح يجي ارتبطوا يهذا الشقر اللي هو المانوز من ارتباط من ارتباط وش راح يحفز لي راح يحفز لي الكملمان سيستم بعد شي يقول يقول الانتبودي وهذا ما يعتمد على الانتبودي ترى همات مثل الالترانيتف هسه هنا من هو يعتمد هسه على الانتبودي فقط الكلاسيكال الانتبودي الالترانيتف واللاكتين ما يعتمدون على الانتبودي زين يعني من الشي فطري فطريات أو هي شي تدخل لتحفز كل خطوة من هذه الباثويات اللي هسا أخذناهم طلاب اللي هم 3 باثويات كل واحد من عدهم مثل هسا كلاسيكل آخر شي آخر خطوة بيش راح يكون اللي راح يكون غشاء هذا الغشاء سمو ممبران اتاك كومليكس اختصارا ماك هذا الغشاء شنو الفائدة من عنده الفائدة من عنده انه يكون هو قوي ويروح يسوي هول يخترق يشي ثقب بالبكترية مثلا بالتارجت سيال الخلية اللي مصيوبة ببكترية أو فانجل معين راح تروح شي سوي لها سوي لها هول تثقبها تدمرها حتى تدخل بها وتدمرها لان انا ما اريد انا هاي بها انفكشن وكذلك الحال نفس الشي هم بالالترنيتف اخر خطوة هم يسوي لهذا الماك منبرين ومثل ما قلت لكم سوي هول بالتارجت سيال ويدمرها وكذلك الحال هم لللاكتين اذا الشخص عنده ديفيشنسي بالكومليمت كومباونت يعني كهردتري يعني وراثي عده ديفيشنسي اوف كومليمت كومباونت اسبيشالي سي ثري اذا كان عنده بالضبط يعني بالخصوص سي ثري ديفيشنسي هذا النوع من الكمباونت كومليمت اذا عده نقص بهذا الكومباونت شي يقول شرح يصير عده راح يعني احتمالية اصابته بالبيوجينيك بكترية كلش عالي حفظوا لي اياها اذا كان سي ثري نقص عده اللي هو احد الكمباونت كومليمت شرح ينصاب احتمال كلش بالبيوجينيك بكترية احنا سي ثري قلنا عن شنو مسؤول اخذناها سبل اوبسينازيشن شي سويلي مسؤول انه يحفز الماكروفيج انه سوي عملية بلعمة زيان انا هزا هنا ما عندي سي ثري الشخص يعني من الوراثي وراثي عدهم نقص بالسي ثري شو حيصير ما راح يصير عملية فوقوسايتاسيس وهي اصلا مسؤولة عملية الفوقوسايتاسيس عن شنو عن تدمير البكترية فما راح يصير بالتالي راح ينصاب بالبيوجينيك بكترية زيان اذا لا والله الشخص عده ديفيشينسي مو بالسي ثري عده ديفيشينسي بالسي فايف والسي ناين شو حيصير راح يصير راح يمنو اكثر شي صيبة البكترية اللي هي تكون نيسيريال انفكشن اللي هنا نيجاتف بكترية صيبنا النيجاتف من انواحة منية النيسيريال انفكشن this is because of host defense against this bacteria depend on their lyses and plasma اه ويقول اللي هو مادام ما عنده سي فايف و سي ناين فما راح يقدر انه يسوي للبكترية لايسيز بالبلازمة ما راح تقدر انه تحلل البكترية اللي موجودة بالبلازمة فبالتالي راح يكون عرضة للاصابة بالنيسيريال انفكشن بعد الاشخاص اللي عندهم liver disease احنا شقلنا بالبداية وقلنا اللي هو احد المصادر اللي يصنعني الكمباونت كومليمت انا هسا هنا انا liver disease الشخص عده فاش راح يكون ما راح يقدر انه يصنعني كفاية من الكومليمت بروتين بالتالي راح يكون عرضة للاصابة بالبيوجينيك انفكشن الليمفويد اورغان الليمفويد اورغان primary generative lymphoid اورغان وعدنا secondary lymphoid اورغان شنو المقصود بالبرايماري المقصود بها هي البون مرو والثايموس والsecondary المقصود بها هي من lymph node السبلين الميوكوز associated lymphoid tissue اوكي نجهس للبرايماري البرايماري او نسميها بالجينيرايتف lymphoid اورغان where lymphocyte ferrous يعني راح تكون بها شنو هي الخط الدفاع الاول تعتبر وتكون هي حاوية على رسبترات المن للانتجين ضد الانتجين والها القابلية هذي الليمفويد سيقول انه تغير من تركيبتها او وظيفتها اوكي and التين phenotypic and functional maturity زين مثل من هاي البرايماري اورغان مثل ما قلتلكم هي عبارة عن لمفويد اورغان اللي هتشمل بشنو ثايموس و بون اورغان زين السيكوندري اللي اسميها بالبريفرال لمفويد اورغان هذي هنانا راح تشمل لي مثل ما قلتلكم همو المفويد راح تتنشط من يدخل antibody او عفو antibody antigen او من ايش تشمل تشمل سيبلين تشمل لمفويد نود تشمل الميو كوز associated لمفويد يعني اذا قال اطين امثلة على السيكوندري اطين سيبلين وها اعدد اذا قال اطين على primary اقل bone marrow او thymus او thymus نجي شوي احتي معلومات عن thymus البون مرو شنو هاي thymus يقول is site of tcl maturation and education thymus راح يطيني tcl ركز thymus tcl والbone mero يطيني bcl thymus راح يكون موقع لانتاج tcl كذلك مو بس ينتج يعني يخليها تنضج يسوي لها maturation وبعد شون يعلمها شون يعلمها يعلمها انه تميز بين self and non self antigen شنو self شنو non self self antigen هو جسم يكون فد يعني هاي شون مواد ضارة يعني مو زيانة فهاي تجي تتخلص من عدها non self لا هو antigen يجي من البيئة من المحيط يدخل للجسم اوكي فهي تميز يعني تميز بين هذا self وال non self antigen يقول هذا lymphocyte شو تكوني مثل ما قلت لكم انه تطين tcl يعني تخلي tcl يصير لها maturation بمراحل متنوعة ومتعددة virus stage بعد البون مارو البون مارو is a site of generation of all circulating blood cell البون مارو احنا نعرف انه البون مارو هو المسئول عن اعطاء كل انواع قريات الدم سواء حمراء او بيضاء صفيحات دموية منه ينتجها البون مارو بالاضافة الى ذلك اش ينتج البون مارو ينتج لي ايضا ال bcl اللي هي ايضا يسولها maturation and education lymph nodes lymph nodes lymph nodes are organs in which adaptive immune response to lymph boran antigen are initiated lymph nodes lymph nodes هي عبارة عن organ تعتبر من ضمن adaptive immune عرف مش ان adaptive immune راح تتكون شوكة هاي lymph nodes يعني تطلعها من antigen يدخل للجسم تطلعها يتكون lymph nodes السبلين السبلين يقول the sibling is important a filter for blood طلاب اريدكم تركزوني بالسبلين لان هو مهم وسهل يقول هو السبلين شي مثل احنا نسميه بالعربي يعني بالعامية مقبرة الدم اللي هو الطحال مقبرة الدم شو حيقول يقول هو المكان او موقع مهم المن حتى يصير filtration المن للبلد كي هو يصف الدم باختصار هو تصفية للدم macrophage of red bulb clear blood from microbe other foreign particle يعني هو راح شون يشتغل شون كmacrophage يصفي للدم منين من المايكروبات والother foreign particle وشو يعتبر الوظيفة الثانية الى شو يعتبر موقع للفوغو سايتوس موقع للفوغو سايتوس سبلي سبلي نوكتوم ما عادهم سبلي دولة لكن سبلي are extremely suspectal to encapsulated infectious such نيمون كوكس and meningocococcus راح يكونون عرضة للاصابة بامراض متنوعة مثل هذه الامراض او هذه الانفكشن نيمون كوكس and meningococcus اوكي because such microbes are normally cleared by obscenization and phogo سايتوس فالتالي انا من شلت السبلي يا ترى هل راح تكون هناك عملية obscenization هل راح تكون هناك عملية phogocytosis لا ليش لان انا قلت ان السبلي هو major site for phogocytosis انا هسا شلت بعد منين اسوي phogocytosis فراح يكون عرضة للاصابة بانواع من البكتريا واللي يسوي لانواع معينة من الديزيز مثل ما قلت نيمون كوكاس or meningocococcus زين فيقول this function is defective in absence of a سبلي سبلي نوكتومي لذلك راح تختفي هاي الوظيفة مال phogocytosis شنو سبلي شنو اخر سلايد واخيرا oh my god الميوكوزة associated lymphoid tissue اللي هو موجودة موجودة بال surface mat g i t are colonized by lymphocyte and antigenic presenting cell to initiate immune response شنو يوصل بيها هذي الميوكوزة surface اللي موجودة بال g i t والموجودة بال respirator y trach وموجودة ايضا يعني بمناطق اخرى شنو راح تكون حاوية راح تكون عبارة عن مستعمرات لل lymphocyte هي الميوكوزة associated lymphoid tissue ليسموها بهذا الاسم لاني راح تكون مستعمرة يعني بها lymphocyte y على شكل مستعمرات وكذلك antigenic presenting cell احنا نعرف من البكترية او الخلايا اللي تحتوي على antigenic presenting cell bcl كذلك المايكروفيج زيان يقول هذي الميوكوز associated ش سوي لتحفز لي الجهاز المناعي شو وقت لما نانف اكل يعني عن طريقة food or inhalation antigen antigen يدخل الجسم this mucosal epithelial هاي الميوكوزة الميوكوزة associated lymphoid ش شنو راح يكون شغلها راح يقول شغلها تعمل مثل الحاجز barrier مثل الحاجز between internal and external environment بين المحيط الخارجي والمحيط الداخلي اللي هو داخل الجسم اوكي الميوكوزة هذه الميوكوزة اللي هي الميوكوزة associated lymphoid شو نلقاها بأعداد كثيرة بالجي اي تي بالليمفوسايت اه وشي يقول هنانا اخر شي يقول الميوكوزة associated lymphoid شو اس character by reproduction of high level of SIGA اللي هو secretory اه اميون اغلوبيولين اي شخصت بها يقول الجهاز المناعي راح يتحفز عن طريق شنو عن طريق الميوكوزة associated lymphoid tissue حلو هذي منين تنتج الميوكوزة associated tissue تنتج من قبل secretory antigenic او الاميون اغلوبيولين اي خوش so the main function of الميوكوزة associated lymphoid tissue شنو الميوكوزة لها انه هي local defense against foreign substance at mucosal surface راح تكون يعني الدفاعية تدافع عن الميوكوزة surface الموجودة بها سواء كانت GIT سواء كانت موجودة بال respiratory tract or any tissue اوكي راح تكون شنو شغلها against ضد foreign اللي يدخل مثل GIT او يدخل لل respiratory اوكي هنا خلصت محالرتنا مع السلامة